باسم الشرعية تحدث حفتر ويده على الزناد نيابة عن البندقية عام 2014 وانقلب وفشل في طرابلس ثم عاد يحمل إلى الشرق ذخائره ورصاصة وهذه المرة بذريعة الإرهاب أعلن في مثل هذا اليوم قبل تسع سنوات عملية أطلق عليها الكرامة وقضى أعواما فيما رأاه هو تحريرا وبدى لغيره خرابا وبعد عام حاصر درنة وألحقها ببنغازي وعطف على الجنوب بحجج أخرى حتى وصل الطموحاته في الرابع من إبريل إلى أعتاب العاصمة ولفضت هناك أنفاسها الأخيرة بعد عام أو يزيد ذاقت فيه طرابلس ما تجرعته رباية الذايع والزاهرة ارتدى ثوب المدنية ليترأس البلاد وتخلى آنذاك عن البدلة العسكرية وأشهرا حتى عاد إليها وحتى اليوم تعيش أجزاء من البلاد مصيرا بدى منذ سنوات ويعاني المشهد معاناة مرتبطة بالأمسين القريب والبعيد اليوم نتساءل أي خسائر وراء خيار البندقية ولمن المكاسب من تلك العملية وأين المواطن قبلها وبعدها وما علاقة اختناق اليوم بخيارات الأمس وهل نموذج الكرامة يقارب فبراير أم سبتمبر نناقش كل هذا وأكثر مع ضيوف الكرام سيكون معي عبر الأقمار الاصطناعية من ترابلس المحل الأسياسي صلاح البكوش وعبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي الكاتب أحمد التهامي وعبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي رمزي رميح أهلا وسهلا بكم ضيوف الكرام أبدأ أولا معك سيد رمزي عملية الكرامة هل تبدو لك نموذجا يقارب فبراير أم هي أقرب لسبتمبر أهلا بك أخي العزيز أستاذ محمد وكل التحية والتقدير لضيوف الحوارية والتحية موصولة لضيوف ومشاهدي ليبيا الأحرار في هذه الساعات الأولى من هذا الصباح أهلا بك ذكرت في بداية التقرير أخي محمد أو الافتتاحية أن عملية الكرامة بدأت بذريعة محاربة الإرهاب كلمة ذريعة يعني أن هناك أمر يتم التذرع به أو التحجج به وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد أهل بنغازي قوموا بعمل استفتاء لهم الإرهاب والإجرام والقتل والخطف الذي عانوا منه في 2012 و13 وبداية الـ 14 فهذه بداية يعني توطيئة بسيطة أستاذ محمد أخي العزيز أن فعلا كان يوجد إرهاب في درنة ولا ينكره إلا جاحد يوجد إرهاب في بنغازي أنصار الشريعة وما إلى ذلك كل هذا موثق صوت وصورة أستاذ محمد بالرجوع إلى سؤالك الكريم أخي العزيز وبالمناسبة أستاذ محمد نحن في حوارية الليلة أعتقد سنحاول قدر الإمكان تحليل وتقييم عملية الكرامة العسكرية وما تلاها بعد ذلك من انتفاض الكرامة أو ثورة الكرامة ولكن أعتقد جازما أن أفضل من يقيم عملية الكرامة العسكرية في بدايتها هم ضباط عسكريين الليبيين أكفاء خريجين الكلية العسكرية هم توضع أمامهم هذه العملية بكل محتوياتها وما رافقها لكي يتم تقييم هذه العملية هل هي عملية عسكرية وطنية أم لا في المحصرة لو سمحت لي سيد رمزي وارجوا لنا أن نستغل الوقت لو سمحت لي فقط حتى في مسألة ذريعة الإرهاب وأشكركم على كل هذه الإضاحات لكن هل كان الإرهاب موجود في طرابلس هل انتهت التصفيات خارج إطار القانون في بنغازي ودرنا لكن دعنا في صلب السؤال وسنعود على ما ذكرت اليوم بحكم أنك رجل تشغل كثير من المناصب لسيم القراءة السياسية منها أي النموذجين أقرب بالنسبة للكرابة في المحصلة والنتيجة اليوم سبتمبر أم فبراير نعم سأجيبك ليس بتحليل وإنما بمعلومات وبرؤية قانونية أخي العزيز أنا أرفض رفضا قاطعا باتا ما يعرف بانقلاب سبتمبر في التسعة وستين ما حدث وأنا رجل قانون وأعي جيدا ما أقول وأسأل أهل القانون وعلم الثورات ما حدث في التسعة وستين أن الملك إدريس السنوسي عليه رحمة الله قدم استقالته في أكثر من مناسبة وأكثر من مرة وموثقة هذه الاستقالة وآخر استقالة قدمها كانت في أربعة مع كل الاحترام لشخصك سيد رمزي حتى أتمكن من الحفاظ على الوقت والتقدير لكل ما تذكره فقط أريد أن ألتزم بالمحاور قدر الاستطاعة اليوم الكرامة في محصلتها أي نموذج لها أقرب فبراير أم سبتمبر بعيدا عن موقفك من هذين الحدثين في ليبيا إجابتي أن سبتمبر وفبراير ومقارنتهم بالكرامة هو قياس مع الفارق سبتمبر لها ظروفها وفبراير لها ظروفها والكرامة عملية عسكرية كانت محددة الأهداف وداخل إطار محدد ومعين ولأجل مهمة محددة نعم لا تشبه للكرامة ولا تشبه لسبتمبر ولا فبراير في المحصلة اليوم بعيدا عن الظروف التي جاءت فيها نعم طيب سيد أحمد التهامي ثار لماذا لماذا سعود يريك اسمح لي حتى أتمكن من توزيع الوقت رجاء أنا أستاذ رمزي مع كل الاحترام لشخصك اليوم سيد أحمد التهامي ثار الشعب في سنة 2011 على نموذج سلطة نموذج كان يمثله العقيد القذافي اليوم بعد تسع سنوات تقريبا ما الاختلاف أو التشابه بين عملية الكرامة وذلك النموذج سنة 1969 أهلا بك سيد محمد بالجمهور الكريم أهلا بك الكرامة طبعا من نسبة ليها هي عملية فريدة مختلفة ليست ستمبر وليست فبراير لكن إذا كانت بيبحث عن بعض عناصر الشبه حتى ألقى بالتأكيد لأن الكلامة بالنسبة لي أنا مثلا على عكس ما قال أستاذ رمزي أنا ما نعتبرش فيها عملية عسكرية نعتبر فيها تحرك شعبي جماهيري واسع قبل أن نصل إلى اللحظة اللي تحولنا فيها إلى التحرك العسكري وتقدم الصاعقة والكتائب اللي كانت مع خليفة حفتر قبل ذلك كان في عمليات تظاهر شبه يومية وشبه أسبوعية كانوا ناشطين من المجتمع المدني يتظاهرون ضد الميليشيات اللي منتشرة في مدينة بنغازي حتى أننا جئنا في لحظة واعتقدنا أننا انتصرنا على الميليشيات خلاصة ذكرت رأت برامة في سيارة خوية ونحن فرحلين أن الميليشيات هربت فعلا الميليشيات كانت من الذكاء بحيث أنها تظاهرت أنها ليس موجودة اختفت لم تعد في الواجهة تركت معسكراتها وغابت على الأنظار ليوم أو يومين لنفاجأ بعدها بأنهم قد اصطفوا خلف محمد المجريف في صورة واحدة وطلعوا يهدوا في الناس فنعم الكرامة فيها عناصر تشكو في ستمبر باعتبار الجيش وباعتبار القوات المسلحة والضباط وأهمية دورهم وفيها عناصر تشبه لفبراير لأنها تحرك شعبي واسع في نفس الوقت لكن في نفس الوقت تشبه سبتمبر في ماذا على وجه التحديد سيد أحمد؟ ولا هي فبراير نعم تشبه سبتمبر في ماذا على وجه الدقة؟ على من ناحية أن الجيش كان مهم طبعا بالتأكيد كتيبة الصاعقة مثلا في بلغازي كان دورها رئيسي وأساسي في الكرامة الكتيبة التي كان يقودها خليفة حفتر شخصيا أيضا وهي كتيبة عسكرية دور الجيش في ستمبر كان رئيسي ودور الجيش في الكرامة أيضا كان رئيسي من ناحية هذه آه في تشابه لكن أيضا لكن أنا ذاك الصاعقة في بلغازي خرجت ضد سبتمبر أنا ذاك في 2011 تلك اللحظة المفصلية صحيح وهي نفسها مشت مزبوطة صحيح وثم بعد ذلك ما صرت الكرامة وكانت هي أحد الأذرع الرئيسية للكرامة وقلت لك أنا في شبه مع فبراير وفي شبه مع ستمبر لكن هي لا هي سبتمبر ولا هي فبراير هي حجخ أفهم من كلامك أنها تشبه سبتمبر في تنظيم الكتائب المسلحة والجيش ولكنها تشابه فبراير أهمية دور الجيش في أهمية دور الجيش وحضوره في الحياة السياسية في أهمية دور الجيش تشبه ستمبر بالظب طيب سيد صلاح البكوش يرى البعض أن عملية الكرامة هي أحياء لنموذج القذافي وأيضا حكم العائلة وآخرون يرونه خلاف ذلك كسيد أحمد التهامي الآن وبالتالي ما المظاهر التي تؤيد أو تخالف هذا الحكم اتجاه ما هي عليه عملية الكرامة شوف أولا أنا أريد أن أقول أننا إذا أردنا لهذه الحلقة أن تكون مفيدة علينا أن نلتزم بما يتعرف عليه من ناحية تعريف المفاهيم وأيضا أن نلتزم بالحقائق ونبتعد عن الدش والدفنقي أولا سيد رميح يقول لك ما هوش انقلاب عسكري في 1969 ومن ناحية القانونية ومن ناحية هذا سيد رميح هذا منتهى مننا من زمان الجميع كلهم علماء السياسة والاقتصاد والقانون كلها يعرفوا انقلاب عسكري هو قيام شخصيات أفراد من الجيش بقلب نظام حكم مدني سميه بعدين ثورة ظميه تسميني بتسميه السيد جون مكين السناتور الأمريكي الراحل والذي كان عقيدا في الطيران الأمريكي وأبوه كان أدميرال في الجيش البحرية الأمريكية وجده كان أدميرال في البحرية الأمريكية عندما زار مصر بعد انقلاب السيسي قال إن لم يكن هذا انقلابا فلا أدري ما هو الانقلاب فخلونا مطروح لا والله ثورة ومش عارف شنو وإن شنا اسم الكرامة ثورة شعبية ومش عارف شنو خلينا نعطوا الحقائق البداية كانت بلقاءات بين العسكر في قاعة الشعب في طرابلس حوالي ثلاث أربع لقاءات هذه معروفة موثقة وعدي كل واحد يقدر يرد للنت ويشوفها في الصحف والمواقع كلها هذه البداية ومن ثم في 16 مايو 2014 طلع حفتر على الشاشات وقال بأن هذا ليس انقلاب بالمعنى التقليدي وبعدين بدأت القصة القصة انه هل كان فيه في بنغازي اغتيالات نعم هل كانت هناك أطراف متشددة في بنغازي نعم هل كانت لدى هذه الأطراف المتشددة في بنغازي بجميع تصنيفاتها القدرة والرغبة في استخدام الاغتيال السياسي كأداء للوصول إلى السلطة نعم ولكن في نفس الواقع يجب علينا أن نقول بأن تلك المشكلة كانت هناك حكومة منتخبة انتخبها الشعب عن طريق أعضاب المؤتمر الوطني العام ولذلك أصدر علي زيدان المنتخب وحليف محمود جبريل اللي يحفو براسة ومدارين قديس الليبرالية وعمدة الليبرالية في ليبيا أصدر أمر اعتقال في حفتر طيب أي النموذجين الآن هذه هي الحقائل سيد صلاح أي النموذجين أقرب بالنسبة لعملية الكرامة سبتمبر أم فبراير أنا لا أعتقد هذه يعني يمكن يعني الولوج لهذه هكذا مقارنة في الواقع إن عملية تلقي الكرامة كانت مدخل أو أداة أو استراتيجية للسيطرة على الحكم في ليبيا وإيجاد مكانة على قمة الهرم لحفتر فبحث في الساحة هو ومستشاريه وتقدر تسأل مستشارين حفتر محمد اللي كانوا مقربين من حفتر نعمان بن عثمان محمد أبو يسير المهدي البرغثي الجماعة هذه كلها تقدر تسألهم وحيقولولك إن هذه كانت هي الخطة طيب إذا كان لربما فقصت إن هل هي سبتمبر أو أو فبراير لا أعتقد أنا لا ولكن بكل تأكيد كانت الخطة للوصول إلى السلطة للتوضيح أكثر وإذا أختم معك هنا يعني على الأقل حتى هذا بالسيد رمزي السيد التوهامي يرى بأنها مشابهة لسبتمبر في مسئلة تنظيم الجيش والكتائب المسلحة وفي فبراير كونها هبة شعبية لكن هناك من يرى أنها شبيهة لسبتمبر من حيث حكم العائلة وتدخل القوات المسلحة في الحياة السياسية والعامة للدولة ولكن أخذت من فبراير كل شعاراتها على الأقل للحرية كصلاح البكوش كمتابع ومحلل سياسي أنا أعتقد نوع من أنواع الإنقلاب على النظام السياسي المدني في ليبيا كانت هناك حكومة معترف بها دوليا منتخبة لم يمر على تأسيسها سنة وقام هذا الإنقلاب طيب إذن إنقلاب سيد رمزي رميح إذا ما كان فكرة الإنقلاب مرتبطة ب لحظة 1969 في سبتمبر دعني أذكر هنا فقط أننا أو أذكر نناقش الذكرى التاسع لعملية الكرامة من حيث الخسائر والمكاسب واسمح لي هنا أن أسألك سيد رمزي ماذا خسرت وربحت أيضا دولة الحرية والعيش الكريم المنشودة وتداول السلم على السلطة والديمقراطية من وراء عملية الكرامة اليوم عندما نريد أن نقارن أو نقيم أخي العزيز حقيقة هناك ما يعرف بأهداف فبراير أو أهداف ثورة فبراير ثورة الحرية والكرامة وما إلى ذلك هل هذه الأهداف تحققت من خلال هذه العشرية السوداء إذا أردنا أن نقيم عملية الكرامة العسكرية التي بدأت كعملية عسكرية وباعتراف صلاح البكوش عندما قال لك أنه فعلا كانت هناك جماعات إرهابية وفعلا كانت مصرة على الاغتيار السياسي وما إلى ذلك وهذا يؤكد بداية ما أكدته لك ونوهته عليه نحن الآن أخي العزيز لا نستطيع أن نتحدث عن تقييم من الحريات والحقوق في ظل عدم وجود دولة وهذا أمر يعني لا يستطيع أن ينكره أحد ليبيا الآن ليست دولة بالمفهوم القانوني المفهوم القانوني لأي دولة هو أن هناك إقليم هذا الإقليم يقتنه شعب أو أمة هذا الإقليم والشعب تحكمه سلطة حاتمة فعلا أنا لا أريد مقاطعتك سيد رمزي لكن اسمحني اسمحني على الأقل هناك من يعتبر كلامك وأنا أقدره تماما أنك تختبئ وراء الكثير من الكلمات والشعارات لكي لا تبدو بموقف واضح تجاه كل سؤال يعني من الناحية القانونية ومن الناحية الأكاديمية هذا كلام مقدر إذا ما كنا مثلا في سيمينار اليوم لكن هناك أسئلة واضحة ومباشرة اليوم بعيدا عن ما كانت عليه شعارات فبراير أو سبتمبر الدولة التي نشدها الليبيون ولم يتحصلوا عليها لو تمشينا مع رأيك هل الكرامة تخدمها أم لا تخدمها وتعمل على النقيذ منها أخي العزيز كما ذكرت لك لا نستطيع أن نقيم الكرامة وتمشيها مع الحقوق والحريات إلا في وجود دولة الكرامة اجتهاد بشري وعمل بشري لها ما لها وعليها ما عليها هل تريد أن أزكي الكرامة وأقول لك أنها عمل ملائكي طيب ماذا لها وماذا عليها الكرامة وأقول لك أنها عمل شيطاني تمام الكرامة لها أنها قامت بجهد عسكري انتشلت بنغازي وشرق ليبيا من الإرهاب والإجرام وحاولت قدر الإمكان تستعيد جزء من هيبة وكرامة وسيادة الدولة الليبية وهذا الأمر معروف لدى الجميع حتى وإن كان هذا الأمر معه أو يرافقه يعني احتكار لبعض السلطة أو تعسف في استعمال بعض السلطة وماذا عليها سيد رمزي وماذا عليها إذا كان هذا ما لها ماذا عليها ماذا عليها الذي عليها أن هناك أطراف تدعي حماية حقوق الإنسان وتدعي الدولة المدنية وتدعي حماية حقوق المرأة وتدعي ما إلى ذلك أن عملية الكرامة وخليفة حفتر ومن مع خليفة حفتر استادروا الحريات وكمموا الأفواه وسجنوا وقتلوا وما إلى ذلك كل هذه الأمور تحتاج إلى تقييم شامل وتحقيق شامل ورؤية شاملة لإعطاء الوصف الدقيق لعملية الكرامة العسكري أقول الجزء الأخير من كلامك يوضح أنها لم تخدم دولة الديمقراطية وتداول السلم باعتبارها كممت الأفواه وعطلت الدستور وانقلبت على الشرعية يعني هذا ما أفهم منك أين أخي محمد أين هي أنا أقول لك ما يقوله الطرف الآخر أين هي دولة الديمقراطية أنا أتمنى أن أتحصل على إجابة نعم طيب أتمنى على الأقل أن أتحصل على إجابة واضحة اليوم منك سيد رمزي رميح على اعتبارك مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي مسئلة رصد ما الذي تم من الذي يقول هذه مهمتنا نحن كإعلاميين وصحفيين وننقولها ونطرح على بساط البحث لكن نريد منك على الأقل إجابة كونها تمثلك حتى تنور السادة المشاهدين أو المتلقين سيد أحمد التهامي ذكرت نقطة في غاية الأهمية في مسئلة لماذا قامت عملية الكرامة وكانت في مقدمة محاججتك مسئلة الاختيالات والقتل خارج إطار القانون اليوم إذا ما كانت عملية الكرامة قامت على هذا الأساس هل توقفت الاختيالات؟ هل توقفت عمليات الاستهداف خارج إطار القانون؟ ألم يتم استهداف حنان الورفلي سهام سرقيوا محمود البرعسي وأيضا محمد الكامي وغيرهم وهنا بعد إعلان قائد العملية خليفة حفتر تحرير مدن الشرق بالكامل من الإرهاب والإرهابيين وأنا لا أذكر نينا قلت أن الاختيال كان سبب عملية الكرامة يعني أنا مش مقتنع بالسبب هذا أصلا فأنا ما حكيتش أنا لو تسألني نقول لك لا الفوضى مش الإرهاب الإرهاب كان عبارة عن عامل عنصر ألم تكن واحدة من معالم الفوضى ألم تكن من معالم الفوضى عملية قتل الناس خارج إطار القانون ولذا هبت الناس للخروج على هؤلاء التشكيلات أسمع أسمع مش بس التشكيلات كانت جزء من اللوحة اللوحة الكاملة لو يحكي لك الأستاذ صلاحي يقول لك كان في حكومة معترفية وشرعية وصحيح وكان فيه المؤتمر وطني ومنتخب أنا عن نفسي لم أنكر هذا يوما والمؤتمر الوطني مش بس سكي المؤتمر الوطني نفسه هذا المؤتمر الوطني هجموا على مقارات الميليشيات والميليشيات هربت من وجوههم لكن ثاني يوم اطلعوا قادة الميليشيات وراء محمد ديمقاريا يعني المسألة ليست الإرهاب فقط الإرهاب عامل واحد من العوامل المشتركة ضمن حالة فوضى تامة كانت موجودة في بنغازي يعني بنغازي لو تريد تسأل في 2014 كان شكلها كان شكلها زي الزاوية اليوم عادي صور الزاوية اليوم وصور طرابلس اليوم هذه بنغاز كتاعب تتقاتل والناس تحتها يقول لي والله يفين فلان مات في ظروف غامضة يحتاج الأمر إلى تحقيق وإلى محكمة وإلى قاضي آه ممكن عادي يشوفها شو المشكلة يعفوا بريطاليا والله إيطاليا ما أعلنه خليفة حفتر في كلمته المشهورة يا سيد أحمد ما أعلنه قائد العملية خليفة حفتر ما أسمع شراء أنا طيب هل الصوت واضح بالنسبة لديك الآن سيد أحمد التهامي لا ضعيف جدا يا محمد طيب يمكنني أن أقوم برفع صوتي حتى تسمعني بشكل واضح إذا ما كان الصوت واصل إليك الآن لا في مشكلة عندكم ضعيف جدا لأنه طيب هل تسمعني ولو بشكل خافت هل تسمعني بشكل خافت الآن أهلا طيب سأرفع صوتي سيد أحمد التهامي من أسس وقاد هذه العملية خليفة حفتر كانت من ضمن أهدافه مثلة محاربة الإرهاب والإرهابيين مشكلة في الصوت يطلق طيب إلى أن تعود مرة أخرى معي سيد أحمد التهامي سأنتقل بالسؤال لسيد صلاح البكوش سيد صلاح استمعت الآن لسيد أحمد التهامي فيما يتعلق بمسألة أن الاختيارات لم تكن هي الأساس التي قامت عليها هذه العملية يعني إذا كانت الاختيارات وأنا ما زلت مسر على هذه النقطة كون قيادات عملية الكرامة لطالما جعلتها في مقدمة التبريرات لإطلاق هذه العملية وهي من دفعت خليفة حفتر لتعضيل الدستورة للانقلاب على الشرعية سواء المتمثلة في المؤتمر الوطني أو حكومة علي زيدان اليوم لم تتوقف هذه الاختيارات أو الاستهدافات ونحن لا نتحدث عن عملية استهداف أو اثنين نتحدث عن محمود الورفلي حنان البرعصي سيهام سيرجيوا محمد الكاني وغيرهم الكثير نتحدث عن شارع الزيت الذي تحول لأيقونة ورمز لعملية الاختيال والقتل خارج إطار القانون وبالتالي كيف يمكن النظر لهذه المسألة شوف محمد دعنا نؤكد بأنه ليقولك فيه التهامي لا والله شنسمة كانت فيه فوضى حتى قبل الإرهاب الفوضى ليست سبب أو عذر لتحرق قوات مسلحة في دولة تصب إلى أن تكون دولة ديمقراطية ولديها مجلس تشريعي منتخب ولديها حكومة اعتمدها هذا المجلس التشريعي المنتخب فشنو هو العسكري يعني جامعز والله فيه فوضى هين تحركوا وين هذي وين هذي الفوضى هذه العقلية متاع عسكريين متاع الخمسينات والستينات ويقبل بها ويبتلعها الأغبياء أنه والله الجيش الجيش الوطني يتقدم إلى الصفوف الأمامية لإنقاذ الوطن وين أنقذ الوطن في العالم العربي علي عبدالله صالح بشار الأسعد وأبوه السادات ناصر مبارك السيسي بن علي القدافي أنقذوا الوطن في خلال السبعين سنة اللي فاتن فخلونا بالله خلونا نتقدموا لقدام العالم ما هو تحرك لقدام مفاتنا يجب أن نتخلص من هذه المفاهيم المشوعة بس خليني نقول لك أنا الأرقام وخلي السيد السيد الرميح يسمع بما أنها من داعمي النظام الجماهيري البديع والسيد الرميح يعرف صفحة زنقتنا المزينة بصورة القدافي وباللون الأخضر وكل شيء صفحة زنقتنا عندها مقالة ترصد فيها جميع حالات الاغتيال في بنغازي من 2012 إلى قيام الكرامة خروج الكرامة في 2014 رصدت 64 حالة اغتيال هذه الحالات الاغتيال حتى بعد إعلام حفتر تحرير بنغازي وإنها آمنة وكذا ليس هناك أي تحقيق فيها ولم يكشف الجاني في أي منها بالمقارنة من قيام الكرامة إلى إعلان حفتر تحرير بنغازي قتل 3300 شخص في بنغازي هذا طبقا لمن هذا طبقا لجامعة أبصالة قاعدة بيانات جامعة أبصالة السويدية اللي التابع في قتل الصراعات حول العالم وقاعدة البيانات المتحدة تجدد كل أسبوعين هذه مش من عندي واللي بيمشي لها يمشي ل acled.org ويشوف ليبيا وتقدر تحرك المؤشرات 3300 في هجوم حفتر على طرابلس ماتوا 3390 يعني السبب اللي جاب حفتر 64 حالة اغتيال مؤسفة وقتل فيها الناس من يعرفوهم حفتر حفتر عملية الكرامة جابت لك 6690 قتيل هذه هي عملية الكرامة هذه هي الحقائق والأرقام إذا أردت أن تحكم على الكرامة إذا أردت أن تحكم على الكرامة أحكم عليها بما حدث بالنتائج 6690 قتيل من يحكم في الشرق الآن في شرق ليبيا؟ يحكم حفتر العسكري وأبنائه العسكريون وقبيلته طيب وراحوا فيها العواجير والعبادات والبراسة اللي كانوا من وقود لعملية الكرامة هذه هي الحقائق طيب سيد رمزي رميح يعني الحرية لطالما كانت المطلب الأساسي الذي خرج من أجله الناس وجموع المواطنين في ليبيا اليوم كيف تراها في مناطق سيطرة حفتر؟ يعني رد واجب على صلاح البكوش لأنه الواضح أنه تمادأ وأنا ذكرت عبر هذه القناة ولقاءات أخرى بحجمه ويعني وأيضا الافتراءات التي يفتر فيها قلت له شخصيا عبر هذه القناة وغيرها أنا لست مؤيدا إلا لدولة ليبيا دولة الكرامة والسيادة والهيبة لست مدافعا عن نظام القذافي ولا نظام إدريس ولا النظام الملكي ولا النظام الجماهيري وذكرته أن والدي رحمه الله عندما كان صلاح البكوش يتسكع في أمريكا والدي كان محبوس في الحصال الأسود لو سمحت راح الكريم عندما كان صلاح البكوش في أمريكا رمزي لكن نفتعل عن بعض التوصيفات حتى لا تحرجنا فقط فضل لأن الواضح صلاح البكوش تعاملنا معه برقي واحترام وتبادل أفكار ولكن لا يريد هذه المعاملة قلت له أن والدي عندما كنت أنت في أمريكا والدي في سنة ثمانين واحد وثمانين اتنين وثمانين أشد فترة مرت على المعارضين في ليبيا كان في السجن في عين زارة والحصال الأسود وجديدة وخرج بريئا من كل الاتهامات فلا يزايد علي لا البكوش ولا أي مخلوق في ليبيا هذا أمر بالنسبة لي خط أسود ليس خط أحمر للبكوش وغيره وأنا أعلم أن أقول للإجابة على سؤالك أخي الكريم أيضا أنا لست مدافعا ولست محامي خليفة حفتر أنا أتكلم من منظور واقعي إذا تتحدثون الآن عن خليفة حفتر وجرائمه وما قام وما نتج عن عمل الكرامة هذا السؤال يعيدنا إلى ماذا جنت ليبيا من فبراير 12 سنة يا سيد رمزي صلاح البكوش عن خليفة حفتر إذن سيد رمزي كل ما أسألك عن الكرامة تعود بيلي في فبراير وأنا لا أريد العودة إلى الماضي حديثنا اليوم مخصص جدا ومحدد من حيث التوقيت والعنوان موقوط بـ 2014 وما تلا ذلك ومخصص من حيث الموضوع ومحدد من حيث عملية الكرامة دائما ما تتحدث سيد رمزي على الأقل في حظرة قناة ليبيا الأحرار على النموذج الثالث نموذج بعيد عن فبراير وسبتمبر عن دولة القانون عن دولة التعددية نعم سأكون معك مخصص ومحدد وأتمنى أن أتحصل منك على إجابة واضحة على الأقل تكون واضحة للمتلقي والمشاهد الآن ما موقع عملية الكرامة وقائدها سيد خليفة حفتر في صناعة المشهد المتخيل لديك يعني كيف ترى تأثيرها في هذا المشهد من حيث السلب والإيجابة حاضر أخي العزيز خليفة حفتر ومن ذهبوا إلى بيته وطالبوه بإنهاء الفوضى في بنغازي وإنهاء الاغتيالات قام كما هو يعتقد يعني قام بليس بتحقيق نتيجة ببذل عناية وليس هو وحده خليفة حفتر لا يستطيع أن يقود عملية عسكرية شاملة في مساحة جغرافية كبيرة من سيرت إلى الحدود المصرية والجنوب الغربي لليبيا خليفة حفتر سانده في هذا الأمر ضباط عسكريين وقبائل وقاعدة شعبية يعتقد خليفة حفتر ومن معه ومن يؤيده أنه قام بما يجب وقدر المستطاع في انتشال جزء من ليبيا جزء من الكيال الليبي واسترجاع الهيبة والسيادة والكترامة وبدء الحياة إذا خليفة حفتر يخدم النموذج المتخيل لديك من حيث دولة القانون والدولة المنشودة البعيدة عن سبتمبر وفبراير هذا ما فهمته منك على الأقل من إجابتك سيد رمزي رميح أبدا أبدا هذا ليس النموذج الذي نريده كل ما يقوم به خليفة حفتر وغيره هو توطية أو مقدمة أو بداية أو استعدادات لدولة القانون دولة ليبيا التي نريدها نريد دولة متكاملة الأركان نريد دولة فيها حقوق فيها حريات فيها احترام للكرامة والسيادة واحترام الدولة الليبية من الأساس التي ضاعت وبالمناسبة على لساني حذر صلاح البكوش لآخر مرة تقريراتك للأجهزة الأمنية في بنغازي كلها موثقة ومرصودة في النظام السابق فاستحي من نفسك يا صلاح البكوش رجاء يا سيد رمزي سأعود إليك لكن لا نريد أن نذهب بالنقاش لمسألة الشخصنا لك أن ترد كيفما تشاء إذا ما قامت عملية كرامة سيدة تهامي على معالم الفوضى ألا ترى أن صف الناس في طبور في شارع من أشهر شوارع مدينة بنغازي وقتلهم على الملأ وبشكل مصور ومنقول عن الهواء هو معلم من معالم الفوضى اختيال نائبة أو استهدافها وتغيبها وكذا الأمر بالنسبة لرائد يعني يحمي الرتبة عسكرية في الجيش الذي أسسه خليفة حفتر ألا تعد كل هذه الأمور والنقاط هي من معالم الفوضى التي يجب الخروج عليها والانتفاض عليها وإذا ما كانت الكرامة مطلب شعبي على احتبار تأسيس الجيش والشرطة ما هي صفة أبناء حفتر اليوم خالد وبالقاسم وصدام أيضا وكيف تحصلوا على رتب كبيرة لم يتحصل عليها من كان أقدم منهم في هذا السلك وألم يتم استبدال الدروع بكتيبة مثلا من التوحيد السلفية وغيرها من الكتائب الأخرى وكتائب خاصة هي برئاسة أبناء حفتر أشبه بكتائب أبناء القذافي هو أنت كانت تقيم من اللي صار في ببنغازي تقدر اليوم تقطع كاميرا متاعك على الزاوية تشوف الزاوية شم فيها اليوم تعرف شم فيه ببنغازي دعنا في بنغازي نحن ما بعد 2014 خصصنا حوالية كاملة على الزاوية سيدة أحمد بالضابط هي هذه المقارنة هي هذه المقارنة بنغازي الآن ليست الزاوية هذه النتيجة بفضل عملية الكرابة بنغازي معاش قعدت زاوية لماذا لم تشب على استفهاماتي فيما يتعلق ألا تراه أنه أمان انتقائي طال ناس واستهدف ناس دون غيرهم الناس فقط الموالين لخليفة حفتها وأبناءها لا طبعا لا خلي كمل لك خلي كمل لك أنت سألتجي 14 سؤال في سؤال واحد خلي نكمل لك في جوابك هو سؤال فقط عدت لك الحجة استفضل لا لا عدت وحاجاتك واجدة أنت في حالة بتاع اختيار رائد في الجيش هذه حالة جرمية أعلن أنها جريمة في ضرف غامض سيحقق فيها وستعلن النتائج تسأل فيها وزارة الداخلية تسألني فيها لليش أنا قال لك عندي معلومات سرية عن جريمة سرية في ضرف غامض هذه حاجة أخرى هذه غير الـ 1200 ضابط الذين قتلوا قبل أن تبدأ عملية الكرامة أنا مش محتاج للمؤسسة سويدية تقول لي شي صار في بنغازي لأنني أنا عايش في بنغازي وأنا قلت لك أنا طلعت في سيارة خوية فرحان نحسب الميليشيات هربت أنا في بنغازي طلعت هكي نحسب نحسب لما الناس هجمت شعب كلها هجم على الميليشيات وطلحها من مقاراتها نحساب المشكلة انتهت خلاص اللي قاعد نقول لك فيه أنه في الـ 2014 الناس اكتشفت أنه ما فيش دولة أن السلطة هذه شكلية أنه محمد المجارية في اسمه رئيس مدلس أطور وطني ولكنه لا يملك شيئا لا يحكم شيئا توجي صلاحي يقول لك خليفة حفتر يحكم في الشرق نعم أنت زعلن ليش يعني نحن نريد خليفة حفتر أن يحكم الشرق لأنه نبو دولة الدولة فيها رأس فيها حكومة أما تدير لدولة زي اللي كانت في الـ 2014 عاجزة غير قادرة ستكون النتيجة أن تطلع لك الناس في عملية زي عملية الكرامة تسترد السلطة تصنع السلطة من جديد هذا اللي صار الدولة عمادها السلطة عمادها القوة وبالتالي من الطبيعي أن يكون خليفة حفتر هو المسيطر على كل الشرق الليبي وعلى 85% من ليبيا ما سبقى الشرق الليبي تبقى تقارن الحالة هذه بأي حالة أخرى شوف الزاوية اليوم شوف العمليات العسكرية اللي تصير بين الميليشيات منفلت وبعدها ما فيش حاجة اسمها كتيبة سلفية في كتيبة فيها ناس هم سلفيين نعم لكن ما فيش كتيبة سلفية في كتيبة عسكرية عادية مهنية فيها سلفيين وغير سلفيين فيها على التصيير سيد أحمد عسكرية عادية فيها بعضهم سلفيين شون بيقولوا مهنون سلفيين وتجيب بشكل انتقائي عما حدث ما قبل عملية الكرامة وما بعد عملية الكرامة تلتمس العذر لمسلة اغتيال خارج إطار القانون لشخصية بقيمة محمود رورفلي وتقول من حق وزارة عذر شنو نقول لك ما عنديش معلومات عذر شنو عذر من عذر بين هل كان ما فيش عذر في عملية غامضة عملية غامضة مش معروفة ما حد نشرع عليها شيء من نجيب لك معلومات نقول لك عملية غامضة غامضة ما نعرفاش فيه صح رائد في الجيش قتل اسمها محمود رورفلي قتل كيف قتل هذه تفصيل تبقي محقق شرطة يقول لك كيف قتل لكن 1200 ضابط كنا عارفين كيف قتله طيب سيد صلاح البكوش السيد أحمد التهامي يرى أنها عملية جاءت من أجل التخلص من الفوضى ونعم خليفة حفتر اليوم هو رأس ورأس يحكم 85% من جغرافيا ليبيا وفق السيد التهامي وبالتالي هو قضى على الإرهاب قضى على الفوضى ولا بد أن يكون رأس حتى تقام الدولة على الأقل خلص مدن الشرق الليبي من الذين قاموا باستهداف واختيال أكثر من 1200 ضابط وفق السيد أحمد التهامي نعم سؤال جيدة دعني أولا نقول للسيد الرميح بأنني سوف لن أشرف ما قلته والسفاهة التي تقدمت بها على الشاشة بأي رد طيب نتحفظ على اللفظة سيد صلاح وأدعو الجميع وأدعو الجميع وأدعو الجميع إلى وضع تاريخي السياسي ومقارنته بالتاريخ السياسي للسيد الرميح في أي وقت وإن كان لديك أي تهديدات أو أي شيء فعليك أن تنشرها يا عزيزي أما بخصوص مقاله السيد التهامي السيد التهامي قال لك أن الحركة كلها للتخلي للتخلص من الفوضى وقال لك أيضا بأن النعم المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر يسيطر على الشرق الليبي وعلى 85% من ليبيا ما هي يا سيد التهامي إذا كان الهدف التخلص من الفوضى ما تعتقدش بأنه فوضى وفوضى عارمة غير مسبوقة أن يحكم عسكري في شرق ليبيا و85% من ليبيا بالرغم من أن عندك مجلس نواب ومجلس النواب أسس حكومة أليست هذه فوضى؟ أنت تعرفاتك خلينا منها بالله الفوضى هو أن يذهب المشير حفتر طبقا للحدث لقناة الحدث حبيبي تكم أن يذهب إلى إيطاليا مع وفد طبقا لقناة الحدث من القيادة العامة للتباحث مع رئيسة وزراء إيطاليا وكالتي أنسا الإيطالية ونوفا الإيطالية وقناة الوسط تقول بأن المحادثات تركزت على ارتفاع نسبة المهاجرين غير الشرعيين من المنطقة الشرقية بالطبع الفوضى هي أن يذهب عسكري للتفاوض مع رئيسة وزراء بالرغم من أن هناك مجلس نواب وقائد أعلى عقيل الصالح ورئيس وزراء فتح باشاغة ولديه وزير للخارجية ولديه وزير للدفاع ولديه وزير للداخلية هذه هي الفوضى الغير مسبوقة اللي ما تشوفوش فيها في العالم بكل هذه الفوضى وبش تعرف أن ما يسمى بعملية الكرامة هي في الواقع محاولة للوصول إلى السلطة والراجل قال لك مش هتدير انتخابات نعند نان تسمحولي بالترشح كعسكري وكمزوج الجنسية وكاني ما فيزش نهاركم أسود ومش هنعترف بحد الفوضى الفوضى هي أن يقوم مجلس النواب الذي يعين خليفة حفتر بإعطاء الثقة لحكومة الدبيبة في عشرة مارس الفين وواحد وعشرين وبعدها باربع سبيع في تمانية وعشرين أبريل يرفض حفتر السماح لطائرة رئيس وزراء المنتخب من قبل برلمان كم بمية واثنين وتلاتين صوت مقابل امتناع اثنين يرفض السماح لها بالدخول لبنغازي هذه هي الفوضى والله فانعميته والله شنو انتم والله تفسره في الأبور بيش هاي كنت تفسر الحقائق قديم طيب سيد رمزي رميح يعني بعيدا عن النموذج الثالث الذي لطالما تحدثت عننا فيما يتعلق بالدولة المنشودة لو تحدثنا اليوم على السنوات التي تلت عملية الكرامة وكل ما صحبها أنت برارك لمسألة ما حصل في بنغازي وفي درنا هل يمكن بنفس التبرير وبمثل هذه المبررات أن تلتمس العضل لخليفة حفتر أن ذهب إلى طرابلس هل كان هناك أيضا إرهاب في طرابلس أم هي المسألة نفسها ما أريد لهذه العملية منذ 14 مايو 2014 أو 15 مايو 2014 هو فقط الانقلاب على السلطة والاستلاء على الحكم بقوة السلاح والبندقية يعني كما يقول الإنجليز تحدث أعرف من أنت تصريحات خليفة حفتر موجودة وموثقة صوت وصورة وتصريحات العسكريين الذين واكبوا الذهاب إلى طرابلس والناتق الرسمي تحدثوا عن أن هذه عاصمة الدولة الليبية ولن نسمح بعاصمة ليبيا أن تكون مختطفة من قبل ميليشيات يعثون في الأرض فسادة هذه الميليشيات التي لم تستطع أي حكومة منذ فبراير 2011 إلى هذه اللحظة أن تحل هذه الميليشيات أو تنزع السلاح منها أو تؤثر على ما تقوم به من ابتزاز لمصرف ليبيا المركزي أو السلطات الموجودة الأساس الذي حرك في ذلك الوقت ليس عامية الكرامة في ذلك الوقت الذي تحرك القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التي ذكر لك صلاح البكوش أنها تحصلت على ثقة البرلمان عامية الكرامة عندما انطلقت انطلقت كحالة ضرورة وواجب وطني على العسكريين في 16-5-2014 ومن المعلوم أن انتخابات المجلس النواب كانت في 25-6-2014 أي بعد تقريبا 40 يوم وبالتالي عندما تحرك خليفة حفتر والقوات المسلحة الليبية من شرق ليبيا إلى الجنوب ثم إلى التوجه إلى الغرب الليبي في طرابلس كانت توجه قوات عسكرية شرعية تمثل القوات المسلحة الليبية المعترف بها من البرلمان الشرعي في ذلك الوقت لأجل ماذا لأجل انهاء الفوضى الذي يتحدث عنها أحمد التهامي لأجل احتكار السلطة واحتكار السلاح في يد الموسطة العسكرية أهل طرابلس كما تقدم الذين أراد محاربتهم في 2019 نعم صدقت أخي أحمد وهذا جزء من السياسة جزء من الاحتواء جزء من حل الإشكالية طالما هناك قوة خارجية لا تريد استقرار ليبيا لا تريد أن ترجع ليبيا كما كانت وأفضل كدولة فما البديل البديل هو الجلوس مع كل القوى الموجودة على الأرض الليبية والذين يملكون السلاح حتى نفوت الفرصة على الخارج على الأقل أخف الضررين أن يجلس أبناء الدولة الواحدة أبناء الوطن الواحد أفضل من أن يأتي الأتراك أو الأمريكان أو الإنجليز أو غيرهم بحجة حماية الدولة الليبية أو الروس أو المصر كما تذرعوا في 2011 بحماية حقوق رمزيرميح بناء على طلبك الذي تفضلت به قبل الحلقة والتزامك من موعيد أخرى أنا مضطر للآن الالتزام معك وفق منصك الشباب في الإعداد أستاذ رمزيرميح أشكرك شكرا جزيلا على حضورك ولك حرية البقاء إذا ما أردت الاستمرار معنا سأكمل باقي الحلقة مع ضيفاي سيد صلاح البكوش وسيد أحمد التهامي أستاذ أحمد يعني المشهد اليوم بعد عقد وأكثر تقريبا ما يزال رابض عند ذات النقطة في نظر الكثيرين وهي نقطة الترشح العسكري ومزدوج الجنسية الحديث هنا عن حفتر هذا الأمر ليس سرا وبالتالي كيف تبدو لك الحقيقة اليوم حقيقة الأزمة الليبية هو ربعا اللي مطروح واللي حكا عليها المبعوث الدولي عبدالله بثيدي هو انتخابات نعم وأنا شخصيا أدعم هذا التوجه يعني يريد لكن طبعا اللي واضح واللي باين أن الأخوة اللي موجودين في ترابلس هيعطلوا هذا المسار قد ما يقدروا يعني لأنهم مستفيدين محصنين مناصب في مصرف المركزي في وزارة المالية والفلوس يصبا عليهم ويصبا في تركيا فعندهم من يحميهم وعندهم من يأمنهم وبالتالي ما هم مش مستعجلين واجد أن يديروا انتخابات طيب لماذا لا تعتبر أن حفتر واحد من أسباب الأزمة كون كل الخلاف على شخصه في عملياته التي انطلقت 2014 في تخريبه لملتقى غدامس وحوار الليبيين في حربه على طرابلس 2019 في مسيرة المضيق قدما نحو الانتخابات اليوم في 2023 لنفترض أن حفتر هو المشكل هاي معاك أنا نمشي معاك نفترض أن حفتر هو المشكل نسمحولها بالتقدم الانتخابات هو ما معشي إلا الروس والجنجويد حسب إعلام الطرف الآخر الروس والجنجويد نعدوا نشوفوا بطاقاتهم التعاتل الرقم الوطني ونشطبوهم فهو حيخش يخسر الانتخابات يفوز بايبة يفوز أي حد من الطرف الآخر في حال عملي مقترح موجود يؤطله الطرف الآخر طيب سيد أحمد سأعود إليك لكن اسمح لي أن نوحيل هذه النقطة حتى يعني وانت توقفت على الأقل على الحديث حتى تكون متزال حاضرة في حديثنا سيد صراح البكوش أزمة اليوم هي لربما انعكاس لخيارات الأمس كيف ترى ارتباط الأزمة بين أمس واليوم يعني والحديث عما أسمى حفتر الكرامة أو الفتح المبين أو مسئلة التوقف عند عقدة ونقطة الجنسية والرتبة العسكرية شوف بتاع الجنسية والرتبة العسكرية ماهيش بهديك البساطة وخلوا كل واحد يخش وخلوا الصندوق وكذا ليش ما داروها في مصر مصر تقول لك ألا تكون قد حملت جنسية أخرى مش تنزلت عليها والله عندك تصريح والله كذا ليش أدكم ما قلتوا أحباب أنتوا النظام المصري وتعتبروه نظام خارق للعادة كيف ما يقولوا التوانسة الدول الأخرى المتقدمة كلك المبدأ المبدأ هو أنك أنت كعسكري يجب أن تخرج من الخدمة ومن ثم يمكنك الترشح مش واحد عسكري فيه تلاتين ألف ولا أربعين ألف واحد يدينون له بالطاعة خاش يبي يرشح ضدي ولا ضد ضد التعامي ولا كذا هذا هو المبدأ المبدأ أيضا هو أن لا يكون لديه جنسية أخرى هي قصة مبدأ مش قصة والله يخلي الليبي خش يخش وخلي الصندوق يحكم وين هذه في العالم تتبع علي تراه وسمي لي دولة في العالم يا سيد تهامي فيها هذا المبدأ وإلا تبتطبق لقصة أنه من ليبيا يأتي العجيب أو الجديد طيب سيد أحمد تبني تجيبوا فيه الكلام هذا نعم سأود إليك مرة أخرى سيد صلاح سيد أحمد التهامي ما المحصلة اليوم من عملية الكرامة هناك من يتحدث على هدم بنغازي القديمة على هدم كثير من العمران عن تمزيق للنسيج الاجتماعي البنغازي عن أرامل وإهتام ومبتورين عن فقدان الثقة بين المواطنين عن تردي الوضع الاقتصادي كيف تراها أنت هذه المحصلة أولاً بنغازي ما فيهاش هدم بنغازي فيه مشروع الدير فيه البلدية ودير فيه جهازة بيبة صندوق بيبة لإعادة تعمير درنا وبنغازي هذا أمر معلل شوفه تلقى الحلقة رقم 12 من برنامج بين هلالين في قناة المصار تلقىهم يحكوا فيه البلدية بنغازي وصندوق بيبة ما فيش حاجة اسمها هدم في بنغازي عادي رقم واحد رقم 2 فيه أيتام في ليبيا كلها في المناطق اللي كان فيها خليفة حفتر واللي ما كانش فيها خليفة حفتر الحاجة الأخرى الاستاذ صلاح يقول لك وين البلد اللي فيه العسكريين يترشعوا وأنتم معجبين بالمصري طيب احنا معجبين بالمصري بس نحن عايشين في ليبيا نحن عايشين في ليبيا وهذه ظروف ليبيا وصلنا إلى حد أن خليفة حفتر بيدخل طرابس قلتوا لا ما يدخلش بالجيش يدخل بالانتخابات أهو جاكا من الانتخابات أنتو غربتوا بعادها من الانتخابات نحن في هذه اللحظة نحن لسنا في دولة مستقرة ديمقراطيا اللي نقول أن الانتخابات تجري وفق الشروط تحددها النخب وواحد منهم صلاح البكوش ومبكري استغلش كلمة الفوضى وقال طبعا فيه فوضى تاوه وإنت إذا واجعك مجلس النواب أنا ندعو إلى إلغاء مجلس النواب أنا ولا يهمني في حاجة ولو شايف حاجة زايدة ملاش لازمة خليفة حفتر ساد عندنا لكن راهو فيه ممثليك وفيه ممثلين مش ممثلين نعنا بس هذا حالة ليبيا هذا وضع ليبيا أنا نحكي للمواطن الليبي على وضعه تاوه لحظة تاريخية ضيقة ما فيهاش خيارات واجدة يخشوا الجميع يخش دبيبة هو رئيس وزراء ويخش حفتر هو قاية جيش سويتهم بعضهم اعتبرت بكينهم مع أنهم في فارق حتى في نوايا التصويت لكن هنعتبرهم واحد ليش لأننا نحلوا المشكلة القائمة نحلوا نستبدلوا الحرب العسكرية بحرب سياسية إذا تقدروا تهزموا حفتر في السياسة وفي الانتخابات تفضلوا طيب أنا أشكر حتى سيد أحمد صراحتك ووضوحك في مسئلة الكل لا يعنوك فقط ما يعنيك هو حفتر واسمح لي هنا بسؤال استدراكي وأرجو الاختصار في الإجابة حتى أتحول به إلى السيد صلاح البكوش هل تتمتع برقا وبنغازي اليوم بحرية الانتقاد والرأي وحرية حركة منظمات المجتمع المدني التي كانت عليها قبل 2014 بحيث خرجت أمام التشكيلات المسلحة وطلبتها بأن تنحل وتغادر المدينة لا طبعا اليوم في حريات أقل أكيد هذه مسئلة عادية لكن في أمان الناس لا تدورش في حرية المجتمع المدني تدور في حياتها هي معيشتها هي أمانها هي طيب اليوم لا توجد حرية قد تكون في مناطق نفوذ حفتر وسيد صلاح البكوش لكن يوجد أمان وهذا هو ما يهم المواطن الأمان وحسب وهو من جلبه خليفة حفتر وفق السيد أحمد التهامي طبعا دعني أذكر سيد تهامي راني من بغازي من شارع البكوش من الخريبيش فمتعلمنيش في جنو الصلايا في بنغازي آه لا والله البلدية الناس مشت كل واحد قالهم مش أنا مش هو القيادة قالهم مش أنا مش قلت لي حفتر مسيطر قالهم مش أنا ليش ما قالهم البلدية البلدية هي اللي تطيح في هذين كلنهم البلدية طلعت يا محمد البلدية في حلقة هو اللي طيح في هذين كلنهم آه في حلقة في التلفزيون رئيس صندوق دبيبة للتضمار يقول ذلك ناس لم تعوض يا راج يا راج من غير كذب تحشم تحشم الناس في بنغازي يتفرجوا عليك نتحفظ على بعض الألفاظ رجاء سيد صلاح شنال الحالة هذي كامكة مكة لا صلاح هو اللي يكذب يلا البرنامج موجود يا محمد برنامج موجود وسمه بيننا هلالين وفي قناة المصار يا راجل أنا عادي يشوف عادي أس طيب عادي يشوف الناس في بنغازي الفوضى هذي فوضى الفوضى الفوضى عادي يشوف تقرير تقرير التلانتك كونسل علي من اللي يهرب في الوقود لحمداتي ومن اللي يقدم في الدعم الإسلاح والدخيرة لحمداتي وعادي يشوف أسأل الناس في الجنوب من اللي متحكم في الميا والبنزينة للجماعة اللي نقبع الذهب غادي كتيب السبل السلام وكتاعب أولاد حفتر هذا شيء معروف راهو ما تقدرش تطلع منه هكي على التلفزيون بأنك تلقي كلمات أنت أنا عند توا يا توهامي ما قدمتش أي حقائق اللي قدمتها كلها دوة جهاوي ودوة أمتاع غير مسنودة على الإطلاق لأنها ليست لديك حقائق ولست جدير يا محمد وليس لديك الإمكانية وليس لديك إمكانية الحقائق أنت ما تتكلمش بحقائق يا توهامي ما تتكلمش بحقائق عطينا أرقام يا سيد صلاح الناس قاعدة تدور في تعويضاتها الناس تدور في مباري متاحها ماذا عن مسألة يعني أن المواطن لا يريد إلا الأمان فقط ومن جلب هذا الأمان هو خالفة حفتر بالتالي يكفي لا حديث عن الحرية وهو اعترف سيد أحمد التهامي أن الحرية اليوم نقصت أكثر بكثير عما كانت عليه قبل 2014 شوف شوف في جميع أنحاء العالم هذه ليست خصوصية ليبية المواطن يبدأ بالأمان ولكن كما قال الفيلسوف البولندي قال بأن الأمان بدون حرية عبودية والحرية بدون أمان فوضى نحن الآن في المنطقة الشرقية في المنطقة الشرقية لدينا فوضى ولدينا عبودية ومركزها هو خالفة حفتر رجل جاهل والجميع والجميع مستشاريه السابقين أبو يسير بالعتمان البرغة كلهم يشهدون بذلك نحن وصلنا لختام الحلقة وخزيمته في طرابلس تشهد بذلك طيب لكن مضطر لي أضحق الرد للسيد التهامي في أقل من دقيقة سيد أحمد أردت الحديث تفضل لا موضوع الهدم اللي في وصف البلاد هذا فيه حلقة موجودة على قناة المصار تحدث فيها مدير المشاريع في البدل اليدية وتحدث فيها رئيس صندوق بيبل الاستثمار وقالوا شورهم يعني نطلع على ننكرهم والله شو ندير لهم نقول لا مصارش فيه ناس لأش مسؤولة حكت على الأقل هناك عديد سيد أحمد هناك عديد الحقوقيين والقانونيين من داخل مدينة بغازي يتحدثوا على رفع دعاوة على مسئلة عمليات الهدم التي تطال اليوم بغازي القديمة هذا حق الناس أسمع أنا مع حق الناس يا محمد أنا مع حق الناس أن تتعوض عن منازلة هذا أمر طبيعي يعني ما فيه شي مشكلة ومن حقهم يقدموا اعتراض في المحكمة ويرفضوا حتى أن تنهدم هذه مسألة قانونية الحكومة تفعل ما تشاء والناس تلاحق مصالحها ومشكلاتها كما تشاء لكن فيه حلقة يقول لك ما عنديش مستندات فيه حلقة برنامج اسمه بين هلالين على قناة المصار فيه مدير البشاريع في البلدية وفيه رئيس مشروع تبيبة صندوق تبيبة الاستثمار وقالوا المشروع متاعنا كيف نذكرها أنا يعني طيب وصلنا لختم الحلقة ما الذي أردت قوله سيد صلاح نحن خفضنا الصوت بشكل متعمد تفضل نعم نعم أخيرا أخيرا التهامي يستشهد بقناة قناة من؟ قناة المسار اللي صاحبها حفتر يا سلام ريت هالقناة هالمصدقية هذه صاحبها صديقي محمود الفرجاني طيب مع كل صاحبها صديقي محمود الفرجاني لكل الشخصيات والهيئات التي ذكرت في هذه الحلقة ولكل الزملاء الإعلاميين أيضا أشكرك شكرا جزيلا يا محمد صاحبها صديقي دكتور محمود الفرجاني شكرا جزيلا لك الكاتب والسنارس أحمد تهامي كنت معي مبغازي أشكرك شكرا جزيلا وأشكر ضيفي الذي صحبنا في هذه الحوارية أيضا مستشار المنظمة الليبي للأمن القومي رمزي رميح الذي كان معي عبر خدمة الأقمال الاستنائعية من القاهرة إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حوارية الليلة قبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في رعاية الله وحفظ السلام عليكم اشتركوا في القناة